على مدار السنوات طوال بذلت وزارة الداخلية جهود كبيرة وتضحيات نفيسة لضبط الأمن الداخلي وتحقيق الأمان والاستقرار أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت بعد أحداث يناير عام 2011 في توجيه ضربات استباقية ضد البؤر الإرهابية في إطار استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب كما نجحت في مواجهة وضبط مختلف أنواع الجريمة لأسيما جرائم المخدرات والتهرب الضريبي والجمركي وجرائم الأموال العامة وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود الضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين كما وضعت وزارة الداخلية آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقاومات الاستثمار حفاظا على مقدرة الدولة ونجحت في تصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإدرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير وكل ما يخل بالأسواق ويدر بالأمن الاقتصادي وفي ظل كل هذه المجهودات الأمنية لم تخفى الوزارة الداخلية تحسين وتطوير كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بأفراده وبمنظومة العمل الأمني على كل المستويات حيث طورت من استراتيجيتها وركزت على الاهتمام بالأمن الإنساني وتعزيز قيم حقوق الإنسان والأمن المجتمعي بتوجيه القوافل الطبية والإنسانية وتيسير وتسهيل الخدمات بالتوازي مع مكافحة الجريمة وحفظ الأمن